عقد وزير البترول طارق الملة في دافوس سلسلة من اللقاءات المشتركة مع قيادات منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا وأضح الملة أن اللقاءات التي عقدت في دافوس تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مصر وكبرى المؤسسات والمنظمة الدولية بشأن التحضير للقمة العالمية المقبلة للمناخ كوب 27 خلال العام الحالي ومن أجل الوصول لمخرجات ناجحة من القمة التي ترأسها وتستضيفها مصر كذلك بحث سبل التعاون في مجالات التحول لاستخدام الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد وأسواق الطاقة العالمية ترجمة نانسي قنقر